نعمل إيه بقى؟ عشان نوصل أو نبتدي مشوار الترويح الزواجي عشان إحنا محتاجين شوية إجراءات نعملها عشان نقدر نوصل لمسألات الترويح الزواجي أول حاجة لازم نعملها ونكون مهتمين بيها جدا 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 وإحنا بنعمل ترويح الزواجي نحن نخصص وقت للكلام عن الزكريات الجميلة والله أنا شفت فيه ناس كانت انقطع حبل التواصل بينهم لما بتدوا يتكلموا عن الزكريات الجميلة طبعا أنا سامى حد بيقول مش لما تبقى فيه زكريات جميلة مفيش زكريات جميلة نعمل زكريات جميلة نعمل حاجة كده ونجربها حاجة بتفرح حد نسمع أغنية مع بعض نسمع حاجة مع بعض بتدخل السرور علينا وتفرحنا يمكن لما نسمع حاجة بتتكلم عن الحب وبنتكلم عن بعض عن إزاي الأحباب بيكونوا مع بعض وأسمعها وأنا ببص في عين شريك حياتي أو بتبص في عين شريك حياتها وهي بتقوله إن كل الكلام ده في قلبي وأنا ما كنتش قادر أتكلم عنه وتقوله بعد كده هذا ترويح عجيب إنه هو يحس إن في وسط كل المتاعب دي في حد عنده هذي المشاعر بالنسبة له فيه ناس كتيرا بتقول إحنا مش عارفين نفتح قلب شريك حياتنا زيها الزكرة دي ممكن تبقى زكرة مهمة جدا 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 يبقى أول حاجة ببساطة نبتدي نعمل زكريات جميلة نتكلم عن الزكريات الجميلة بيننا وبين شريك حياتنا اللي مليانة بالمعاني الإيجابية المتعلقة بالمستقبل ونبعد عن الحديث عن المشكلات والألام والأوجاع كمان ممكن نخصص وقت في الأسبوع أو في الشهر نعمل فيه نشاط زي زيارة مكان بنحبه ونسناه فنرجع تاني نفتكره ونعمل إيه ونزوره مع بعض ونزوره بنكهة تانية وبشكل تاني ونشوف الكلام ده هيعمل إيه في حياتنا إيه اللي حاصل ونكتشف المكان من جديد وحتى لو مكناش زورناه من زمان لكن لما نزوره الحياة تتغير كتير جدا 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 ممكن نعمل كمان نحاول نخلي جدول اليوم أو الأسبوع أو الشهر نخصص له كمان وقت الممارسة الأنشطة مع بعض الأنشطة اللي احنا بنروح بيها عن نفسنا زي المشي زي الحوار زي النقاش زي أشياء كتيرة زي الإراية مع بعض كل الأنشطة اللي ممكن نعملها مع بعض نسمع حاجة مع بعض نسمع حاجة كنا بنسمعها زمان كل ده الأنشطة المشتركة أحد أهم عناصر الترويح الحياتي كمان ممكن نخصص وقت عشان بعد كده إيه اللي يحصل هذا الوقت نحاول فيه بشكل وآخر نتطمن على فيه على أخبار بعض ولما نتطمن على أخبار بعض نعمل إيه؟ نقول على فكرة إن شاء الله كل خير فيبقى الإنسان لما يقعد معاه يحس إنه هو بيقدم له رؤية لأخباره يبقى هو شهوف طول الوقت إنه هو يسمع رؤية الأخبار دي وإزاي عاد تكون الحياة أفضل أقول لكم حاجة إيه وعد تصدقه إن شريك حياتك لما جيب ييجي وعد معاك وإنت بتغير له رؤيته للأحداث عشان تساعده إنه هو يستبشر إيه وعد تصدق إنه هو متضايق من ده لكن هو في بعض الأحيان ما بيبقاش مصدق إنت اكتهد وبذل مجهود إنه إنت تحسسه إن الرؤية اللي إنت بتقدمها له دي للأحداث رؤية حقيقية هي بتبقى المشكلة إنه إنت بتقدم له كلام ما لهش علاقة بالواقع فيحس إنه كلام بارد كلام مش حقيقي لو كان الكلام ده كلام فيه تعلق بالله وكلام فيه تعلق بحسن الظن بالله وإن أنت بتقوله إن إن شاء الله ما عند الله خير وأبقى وإن الدنيا عتفتح إيديها عشان ربنا سبحانه وتعالى سينزل خيره ومدده ولطفه أنا أظن هو يبقى سعيد إنه هو يسمعك وإنت كمان عتبقى سعيد لما تسمعه يا سادة إحنا محتاجين نروح عن بعض لأن الترويح من أهم مهارات الزوج الرشيد والزوجة الرشيدة لو إحنا قدرنا نوصل إلى مرحلة الترويح الزواجي محدش فينا هيبقى قادر يفارق شرك حياة هيبقى هي دي نسمة نسمة الصيف هي دي هتبقى الراح هي دي هتبقى الدنيا الهدية اللي بتفكرني بمدد ربنا وساعتها هيبقى فعلا أعدتنا مع بعض ووجودنا مع بعض مكتوب عليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويكون قبلها لتسكنوا إليها صحيح الحياة كده تبقى هدية مليانة راحة وكمان بنستقبل فيها السعادة إذا كنا مهرين في مهارة الترويح الزواجي يا رب جعلنا دايما من أهل الترويح الزواجي عشان تبقى باب من أبواب العبادة وباب من أبواب المدد يا رب العالمين